من عدل المكافهة من مرض الهزبة والهم الصفراء جاءت ورشة العمل التهديرية للإستعداد لإطلاق هملة التضعيم ضد الهزبة والهم الصفراء التي تنظمها وزارة الصحة الآمة والوقاية بالتنسيق مع منظمة الصحة الآلمية وخلال هذه المناسبة تهدث كل من ممثل المندوبة الآمة للهكومة لدى بلدية أنجمينة وممثل منظمة الصحة الآلمية اللزاني ركز على أهمية تطعيم الأطفال لهمايتهم من الأمراض المؤدية في كلمته الافتتاهية لهذه الورشة العمين العام لوزارة الصحة الآمة والوقاية دابسو قدوسو انتهز هذه الفرصة وطلب من المشاركين الاهتمام بالمعلومات والخبرات التي يتلقونها خلال هذه الورشة للاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع ويذكر أن هذه الورشة التهديرية لبداية حملة التطعيم ضد الهزبة والهم الصفراء شارك فيها أدت من العاملين بوزارة الصحة الآمة والوقاية والشركاء الفنيين والمانهين وممثلي أمدى الدوائر العشرة بلعاصمة الجمينة